المجمع تابعنا اسمه ابيم ابيم بالتركي عن البيتي بيتكون من ثلاث بنايات الاثنين اللي عالطرف بيجو 19 طابق اللي في النص 20 طابق بس طابق واحد اكسترا بيبقى فرق في الدزاين في الشكل كل طابق بيكون في ست شقق بس تلاتة بيطلوا على المدينة اللي ام هنا التلاتة التانيينة في الاطلالة الخلفية في مجمع تاني جنبنا احنا بنطل على المسيبر في الحضائق تبع دي ممتقة دعب الاطفال جنيت محايرات في النص اعداد كتير وهنا فيه ملعب للباسكت وهنا الشاعر رئيسي وهنا الموابة على البيت فيه محلات زي مثلا سوفر ماركت ميجروس في سيرولية فيه مطعم للحوم فيه كوافر فيه مكتبة كل حاجات دي الغرض من ان يتغدم السوق هنا على البيت بيكون في سيكوريتي بيكون 24 ساعة طبعا وده الشارع رئيسي طبع المجمع فصلنا تماما عن جميع الأفتيباتيز اللي غارة للأمان أكتر للأسر 2 بلاس 1 و 3 بلاس 1 لا يوجد 1 بلاس 1 ولا فيه تسودهات الصغيرة فبالتالي ولا شباب ولا طلاب عائلات حاصمة وهنا القرارش بيكون طبعين كاملين تحت الأرض على نفس مساحة المجمع كبير جدا ثلاث أسانسورات هنا من قبيل بعض وفي الكورنر في أسانسور رابع بيكون أوسع كثير عشان نقل الفرش والخدمات مسبح مغلق ونقدر نستخدم طول أيام السنة مش بس شهر أو اثنين في الصيف عندوكم كمان في جيم ساوما ستيب حمام توركي وكل الخدمات دي ومين نحر بزوها للسيدة طبعا مصلنا الآن للطابق العاشر نحن حانيا في البلوك A3 راح نصور لكم شكل نموذج مساحاتها 91 متن مربع من الشيقق التي هي غفتر وصالة المطبخ مفتوحة وصالة نظامنا مين طبعا مثل ما نشاهدين عندنا مساعدين الجهة اليمنى ومساعد واحد يجمالي عندنا ثلاثة مساعد مثل ما ذكرنا لكم في كل دور عندنا له ستة شقق بالإضافة أنه عندنا هنا أجزة اهدار ضد الحريق بالإضافة للحساسات اللي ذاك نفتوشهم نبدأ نشوف الشقق طبعا الطابق العاشر رقنا الشقق 65 عبارة عن رفتين وصالة أول ما ندخل على الارضيات عندنا سيراميك وعلى يسارنا مباشرة عندنا الدواليب الجاهزة راح نوريك مياه بالتفصيل طبعا فيها الأرفوف والعلاقات وعندنا هنا الانترفون عن طريق الكاميرا يعني إذا أحد مثلا جاءكم ضيف ولا شي تقدروا تشوفوا عن طريق الكاميرا من اللي جاء طبعا هذه البوابات الرئيسية مثل ما نشايفين الأقفال كالعادة نوعية أو جودة عالية جدا على يسارنا عندنا صالة تحت الصالة تقريبا خمسة في أربعة أو خمسة في خمسة تقريبا خمسة وعشرين متن موافع الصالة المطبخ مفتوحة بالصالة طبعا الأجهزة موفرة في جميع الشياء هي ثلاثة قطع عندنا الشنفاء العيون وعندنا الفرون هذه موجودة في كل الأشياء طبعا هذا الدواليب اللون الجميل جدا متناسب لعدونا المطبخ والصالة بالإضافة عندنا الملاكون الأمامية ومساحتها جميلة جدا لعني ممكن تحبوا فيها كنبتين مثلا الطالة جميلة تمدد لها تمديدات المكيف بالصالة نشوخوا معنا الإطلالة إطلالة جميلة جدا طبعا على الحديقة المجاورة أو الحديقة المجمع المجاور إطلالة جميلة على المسبح والخدمات أني موجودة في المجاورة منها نرجع طبعا عندنا نظام التدفئة عن طريق الغاز كما نشاهدين الأجهزة الموجودة في جميع الوقت والصالة والصالة عندنا هنا الغرفة الكولمة أيضا لها أطلالة على نفس الأطلالة الجميلة التي شفناها المساحة فيها ستندر كان في سليلين ترطيبون دولار وعندنا لها الدورة جميلة أطلالة الجميلة أطبع فيها الكولوزيت والمغسلة وعندنا هنا المقسلة من الجدار للجدار وعندنا الكولوزيت بالإضافة إلى المروش خلف الباب بحكة أتواصل المنطقة أطلالة الجميلة شكرا لكم